حياكم الله مشاهدينا الآن في فقرة أسره ومجتمع وهي فقرة أحب وطني اليوم جسد حبه لوطنه من خلال مبادرة وطنية طبعا نقية وصافية مبادرة شعبية بامتياز نصديف ضمن فقرة أحب وطني المتقاعد العسكري سعيد الشحي صاحب مبادرة وطنية عبر فيها عن حبه لوطنه الإمارات وشيوخها الكرام وعن حبه أيضا للمكفول له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه ما جعله يطلق عليها اسم قرية زايد التراثية حياك الله أستاذ سعيد مرحبا بكم الله يحضر الله وإن شاء الله بداية قبل ما نسأل أي سؤال نتكلم عن موضوع هذه المبادرة وما الذي أدى بك إلى أنك تبادر بهاي المبادرة نشوف تقرير مع المشاهدين بما يخص هذه المبادرة أو لنعود للنقاش إن شاء الله مع المشاهدين نشوف التقرير التالي في جبال منطقة غليلة في إمارة رأس الخيمة تنتصب قرية زايد التراثية شاهقة مهيبة تروي قصص التاريخ عبر جدرانها التي شيدها سعيد الشحي الذي أخذ على عاتقه مسؤولية صون تراث الأجداد وحفظه للأجيال القادمة ليكون هويتهم وأرضيتهم التي يستندون عليها بكل ثبات وثقة ووعي قام سعيد الشحي ببناء هذه القرية التي تحمل اسمبان النهضة ومؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان أنهيان طيب الله ثراه وبإلهام من مقولته الخالدة من لا ماض له لا حاضر له ولا مستقبل التي تدعو إلى حفظ وصون الماضي بكافة أشكاله وصوره تطل قرية زايد التراثية على التاريخ ليتمكن زائرها من استنشاق عبق الماضي عبر حجراتها الضيقة بكل ما تحمله من صور ومشاهد تجسد البيئة المحلية وتفاصيل الحياة اليومية التي عاشها الأجداد سيد سعيد الشحي طبعاً أرهفت حسنا بهذه الصدر التي عرضت الآن بالتقرير وانت ما شاء الله جلست معاني حب والوفاء لهذا الوطن كل معانيه المفردة والمجملة نباك تحدثنا شوي عن هذه المبادرة وليش بادرت بها من الأساس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا المبادرة اسلوب مبادرة كمواطن لكل مواطن يحب بلده يحب قيادته يعمل جاهد ليظهر بلده أمام العالم والمجتمع القرية الجاهية التراثية تم إنشاؤها 2004 تقريباً وتم افتاحها بعد رحيل المؤسس الشيخ زيل الله يرحمه الله يرحمه فأعتقد عليه اسم قرية جاهية التراثية لحب المواطنين لهذا القائد لأن هذا القائد هو المؤسس هو اللي وحد الإمارات فما عندنا شيئاً نقدم له على الأقل كل ما حزارنا قال الله يرحمهم كل ما طالب جاء قال الله يرحمهم فهذه ثروة لهذا الراحل فقمنا بما هو كيف كنا في الماضي نعيش وكيف الآن نعيش ومن خلال هذا الشيء نحن نعزج الهوية الوطنية في إبن الإمارات لأن الإمارات لها تاريخ لها ماضي لها حاضر لها مستقبل ومستقبلها وحاضرها من أبناءها هم ثروتها فلابد أن نجرع فيهم حب الأرض وحب القيادة سعادة سعيد إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية أنت كانت لك بصمة خاصة يمكن في تعزيزها أو خلني أقول في حب الوطن من لساندك الفكرة كانت وعرفنا شيء من القلب بس كان مساندة إن كان معنوية أو مادية من لساندك مادية لكن معنوية الكل كل مواطن من أعلى منصب إلى أقل الكل مهتم باسمه الحمد لله الهوية هي اسمك صحيح الهوية هي تحمل اسمك أنت طبعاً فالإمارات لها تاريخ لها ماضي فكيف نعجز هذا الشيء فلابد أننا كلنا نتكاتف سواء الإعلام التربية أن نرفع من تعزيز من الهوية وطنية ونغرس تهاي في أبنائنا صحيح نحن من لا بد أن يكون لنا ماضي فهذه التعزيز الهوية وطنية أنا أعتبر هذا واجب يبدأ من أسرة التربية صحيح ثم أنتم الإعلام هي منظومة كاملة يعني نحن نبدأ فيها كشبكة غملة مثل هذا من البيت من الأسرة إلى الإعلام ثم التربية ثم الإعلام نعم القيادة هي قد يمكن أن يتكلم عن ما يقدمونه مهما تكلمت لا تستطيع أن تتكلم لا تستطيع أن تتكلم لأنك تتكلم عن أبوك صحيح القيادة هي أبوك نعم هل تتكلم عن أبوك شيء؟ فالقيادة هي أبوك صحيح والإمارة هي أمك ربي حفظك على هذا التعبير جميل جدا الإمارة هي أمك شعروا لأبنان فعلا يعني لا تتسبب أبوك أو تتكلم بأبوك نعم فأبوك يعني أنا معرف يعني أنا أعتبر هذا الشيء يعني أب وأم نعم فالإمارة هي أعتبره والدين أمونا أبونا وأمنا صحيح طيب أتكلمنا شوية عن في بعض المثل من نشوف نحن عندنا فيه في القرية عملنا تقريبا نشاط أو وقفة وفاء نعم للناس المؤسسين الإمارات نعم هذا الحكام رحمة الله عليهم مخفور لهم الشيخ زايد الشيخ راشد الشيخ خالد المحمد الشيخ صغر حاكم الفجيرة حاكم أدوان حاكم أمم القوان السابقين هذه الأسسوا الإمارات رحمة الله عليهم جميل هذه الأساسيين نحن ننعم خيرهم هما صحيح لما هما أسسوا ما كانت الإمارات لما كانت الإمارات الحمد لله يعني فعلا ضحوا على رئيس المشيخ الزايد ووقته وماله وصحته لكي يساعدنا الحمد لله نحن نريد أن يكون شاكرين الحمد لله طبعا جميلة جدا وأما الثاني الدرع الثاني الدرع الكبير الدرع الكبير هو وقفة الولاء نشوفها مخرجنا على وقفة الولاء للحكام الحاليين نعم لأن هذه لكل أبناء جايد صحيح خريجي بذنش جايد فنحن لا بد مع هؤلاء الموجودين قلبا وقالبا واحد طبعا فعملنا وهؤلاء هذه القيادة التي الآن تسير على النهج لا عملنا احتفال في قارب � avoid 64 مدرسة وأيضا وشاركونا من السعودية ما شاء الله وزارة التربية والتعليمة الشعودية هذا الدرع صغير أيضاً يحمل صورة الشيخ زايد والبرج اللي هو عبارة على القلعة القلعة نعم قلعة الإمارات قلعة الإمارات نعم والدفاع فالإمارات يعني في كلمات أيضاً أنا شفتها مكتوبة عليه تحت لو يقرب لنا تحت كلمة التراثية نقول فيها اللي هي أصالة الماضي وعز الحاضر وفخر الغد نعم هذا انطلق هذا الدرع تحت هذا الشعارات الثلاثة هذه الثلاثة همه هذه القول لأملك الماضي والحاضر والمستقبل نعم كيف هل ماشينا عليه طبعاً بعد هذا الدرع طبعاً يعني واحد عن الولاء للقاضي الحاليين واحد وفاء الوفاء نعم اللي المخفول لهم بإذن الله نعم والآن هذه القلعة وما تحتويه من شعارات الرسالة التي بتوجهها أنت لجيل الشباب من أجل بنخص أيضاً نحن تعزيز الهوية الوطنية ونقلها للأبناء بروح عالية لأننا في وقت الآن أيضاً الهوية الوطنية مدعومة بشكل كبير جداً من القادة ومن سيد صاحب سمو الشيخ خليفة فنحن نبغي أيضاً من الأناس الذين يعملون خلف الكواليس ويظهرون بعد ذلك لمن توجيه من عندك كل واحد يحب أبوه يرفع أفوق نعم فقط تحب أبوك يرفع أفوق نعم صحيح فقيادتك يأبوك وتحب أمك أرضك الله كلنا نقل منها نعم كلنا نحن والمقيمين المقيمين ضيوفنا يقوم نفس الأرض نعم فنحن كننا أخوان أكلم نفس الأرض لكن قائدنا واحد نعم فنعزج هويتنا بأن نرفع لنفش نفوق نترفع نعم نتكاتف صحيح ونتآلف تحت رائعة وحدة فقط لما أن الهدف من ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل فالهدف هو المستقبل مستقبلياً هل في مشاريع أو مبادرات لسعادة سعيد إن شاء الله في كثيرة لتعزيز الهوية الوطنية نعم وغرشها في الفوس أبناءنا إن شاء الله أنا أعتبر هذا واجب وطني مش أنا شخصياً الكل جميع ولكن أنا أقول الكل سواء من التربية ومن الإعلام أو من الأسر التعزيز الهوية وغرشها في نفس أبناءهم حتى يعرفون هم من هذا واجب طبعاً أكيد هذا مش واجب هذا شيء واجب قدسي نعم صحيح هذا مش واجب هذا واجب قدسي أنت تهتم ماضيك وحاضرك ومستقبلك الله يحفظك يا رب نحن كنا سعاداء جداً بتواجدك معانا ونتمنى أيضاً أن نقوم أيضاً بزيارات عندكم نأخذ معك لقاءات من هناك إن شاء الله ونشوف الجو إن شاء الله يا مرحبا لكم القرية قريتكم والمكان مكانكم الله يحفظك يا رب شكراً جزيلاً الله يحكم شكراً جزيلاً أخذناً نشكر الأستاذ والمتقاعد العسكري سعيد الشحي اللي اليوم كان موجود معنا مؤسس قرية زايد التراثية وهذا الرجل الذي يحمل بين جنوباتها الكثير الكثير مما إن شاء الله بيصدر أيضاً في أشياء ومستقبل كبير إن شاء الله وكلمات اليوم قليلة لكنها معبرة بشكل كبير وقشعر لنا أبدانا الله يحفظك يا رب إن شاء الله